ثلاثة سيناريوهات مختلفة لما بعد الانتخابات الأمريكية تحدثت عنها مجلة The Economist وصفة إياها بالمخيفة المجلة قالت إن الفترة بين التصويت وتصديق الانتخابات في الكونغرس ستكون الأطول والأكثر حاجة للصبر أول هذه السيناريوهات بحسب The Economist هي التصويت المتقارب للغاية بحيث تتعادل هاريس وترامب في المجمع الانتخابي وإذا حدث هذا فسيتم اختيار الرئيس القادم من قبل مجلس النواب ويقوم السيناريو الثاني على فوز ترامب فيما يمكن للديمقراطيين تقديم طعون قانونية في الولايات المتقاربة التي خسرتها هاريس وقد ينتهي الأمر ببعض هذه الطعون في المحكمة العليا وهناك سيتعين على ثلاثة قضاة عينهم ترامب الحكم في القضية أما السيناريو فوز هاريس فهو بالتأكيد سيغضب ترامب بحسب The Economist التي رأت أنه في هذه الحالة سيصطدم تعقيد نظام التصويت في أمريكا بنظريات المؤامرة التي سيتجه ترامب لتأييدها